السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعيش في رحاب القرآن ونتحدث اليوم عن قصة بعض المدعين الذين ادعوا انهم انبياء وجاءوا بكتب مقدسة وحاولوا ان يصنعوا دينا جديدا ويتبعهم الناس نذكر اليوم قصة احد الكذابين وهو مسيلمة الذي صار يسمى بمسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة وجاء بقرآن جديد رغم ان الله سبحانه وتعالى يقول قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا هذا القرآن لو انزلناه على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لانه كلام الله رب العالمين اما كلام البشر فانه لا يكاد يستقيم فمن هو مسيلم الكذاب انه يسمى مسلمة ابن حبيب كان احد الذين ادعوا النبوة والرسالة وجاءوا باكاذيب واساطير وافتراءات حتى صار نقب الكذاب مرتبطا به وبالتصغير مسيلمة الكذاب انه من قبيلة بني حنيفة واحدة من اكبر القبائل العربية التي كانت من اتباع الديانة المسيحية فقد كان مسيحيا وقومه جميعا كانوا على دين النصرانية مسيلمة كان صاحب منصب وسلطة وكان مسيطرا على اراض وممتلكات كثيرة فكان من الاغنياء والاثرياء الذين جمعوا بين سلطة الحكم وسلطة المال في وصفه يقول الوصفون بان مسيلمة كان رجلا قصير القامة وكان اعرض الانف وقوي المميه له وجه اصفر وعينين ضيقتين متقاربتين فصورته لا توحي بانه سيكون نبي لان من صفة الانبياء الوجه الحسن وفي الحديث التمس الخير عند وجوه الحسن مسيلم الكذاب جاء باساطير وخرافات حتى انه تسمى باسم الرحمن فكان يقال له رحمن اليمامة وقد تزوج بامرأة تشبهه وهي سجاح التميمية وكان يعمل كثيرا من اعمال السحر والدجل والشعودة بداية ظهور مسيلمة على الساحة كانت بعد فتح مكة المكرمة لما جاء الناس يدخلون في دين الله افواجا سمي ذلك العام بعام الوفود لان كل قبيلة كانت ترسل وفدا من لدنها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنون اسلامهم ويتعلمون الدين الجديد ويتفقهون في احكام الشريعة ثم يعودون الى ذويهم وقبائلهم يعلمون الناس ما تعلموه واخذوه من النبي مباشرة وفي عام الوفود جاء الى المدينة وفود كثيرة من انحاء الجزيرة كانت تعلن اسلامها امام الرسول صلى الله عليه وسلم هناك نزل قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ومسينمة كان من قبيلة تسمى بني حنيفة تسكن في ارض بعيدة تسمى اليمامة ارسلت القبيلة بني حنيفة الوفد الخاص بهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مكون من ثلاث رجال احدهم مسيلمة جاءوا يمثلون اكتر من مئة الف رجل فكان يسمى الوفد بوفد اليمامة دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه الا مسيلمة وعنما دخل القوم لرسول الله واعلنوا اسلامهم اعطاهم النبي الكريم الكثير من الهدايا فقالوا له الوفد يا رسول الله ان فينا رجل من ساداتنا خارج الدار وما رضي ان يدخل معنا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه السوء ولم يكلمه وتركه لشأنه وحينما عاد الوفود الى قبائلهم واخبروهم عن الاسلام جميع القبيلة اعتنقوا افرادها الاسلام لكن مسيلمة يبدي الرفض ويبدي التمرد وجمع حوله الناس وقال لهم ان محمدا قد اشركه في النبوة معه لقد ادعى بانه دخل الى الخيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وادعى انه قال له انك شريك في النبوة والملك فقال لهم ان محمد نبي من قريش وانا نبي بني حنيفة لقد توسل هذا الكذاب باعمال شيطانية وسحرية كان يقوم بها فادهل عقول الناس بانه ساحر بارع انبهروا به والتفوا حوله كان بامكانه وضع بيضة في زجاجة وكان بامكانه قص ريش طائر ثم اعادة الريش ليطير الطائر من جديد وقد استخدم هذه المهارات الكثيرة ليقنع الناس بانه يمتلك قدرات منحه اياها الله تعالى وكان يدعي الكرمات ويدعي المعجزات الباهرات وكل ما كان يفعله هو اعمال سحرية بهلوانية لكن في الاخير ربنا عز وجل سوف يظهر كذبه ويلسق به لقب مسيلم الكذاب حينما جمع الكثير من الناس وارد ان يقنعهم بان لديه كرمات تشبه معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكنه باء بالفشل يروي ابن كثير في كتابه البداية ان مسيلمة بسق في بئر فغاض ماءها بئر كانت نصف ممتلئة فقال سوف ابسق فيها لكي تفرد بالماء لكنه لما بسق غاض ماءها وبسق في بئر اخرى فصار ماءها ملحا اجاجا وسقى بوضوئه نخلا فاذا بها تيبس ولم يعد يثمر فيها الثمر واتي بولدان حديث العهد بالولادة لكي يباركهم فمسح على رؤوسهم فمنهم من قرع رأسه ومنهم من لثغ لسانه ومنهم من ذهب بصره وقد دعا لرجل اصبه وجع في عينيه فمسحهما فعميا كثير من التصرفات والسلوكات التي يدعي من خلالها انه نبي وان له كرامات ومعجزات ابطلها الله تعالى وظهر نقيدها وضدها ايها الاحباب الكرام عندما ادعى مسيلم الكذاب النبوة قال له اتباعه يا مسيلمة ان محمدا نبي قريش يقرأ قرآنا يأتيه من السماء فاقرأ علينا شيئا مما يأتيك من السماء فبدأ يختلق كلاما واهيا وسخيفا قال منه الكثير ممن لا زال بين اظهرنا قال يا ضفضع يا بنت ضفضعيني نقي ما تنقين نصفك في الماء ونصفك في القين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين وكان كل ليلة يدعي بانه الرحمن ينزل عليه القرآن قرآن يضاهي قرآن محمد بن عبد الله فكان يقول كلاما سخيفا وغريبا يعارض به كلام الله تعالى ومما قاله قال الفين وما ادراك ملفيل له خرطوم طويل وديل قصير وقال إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك وجاهر وقال أيضا والزارعات زرعا فالحاصدات قمحا فالطاحنات طحنا فالآكلات خبزا وغير ذلك من الكلام السخيف الذي حينما سمعه أتبعه تقززوا منه وعلموا أنه ليس بوحي من السماء بل ومجرد كلام لرجل مهتوى لأنه مجرد هديان فبدأ الناس ينصرفون من حوله لكن انبر له من بينهم أحد الأعراب كان السكير وعربيد شرب الخمر وقال أمام الناس أيها الناس والله إني لأعلم أن مسيرم كداب وأعلم أن محمدا صادق ولكن كداب ربيعة أحب إلي من صادق مدر وبدأوا يضحكون ويسخرون جماعة من السكارة ومن المقمرين وبعد فترة وجيزة نجح مسيرم الكداب في أن يجمع حوله الكثير من الناس ممن انبهروا بألاعبه السحرية وبفصحته اللغوية لقد بدأ نفوده يزداد يوما بعد يوم إلى أن كتب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتب له رسالة ماذا قال له فيها؟ قال من مسيرم رسول الله إلى محمد رسول الله ألا وإني أوتيت الأمر معك فلك نصف الأرض ولنصفها ولكن قريشا قوم يظلمون لما توصل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة رد على مسيرمه ماذا قال له؟ كتب له قائلا من محمد رسول الله إلى مسيرم الكداب السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقيم لما وصلت الرسالة إلى مسيرمه قطعها وحينما قرأ فيها من محمد رسول الله إلى مسيرم الكداب من حينها عرف باسم مسيرم الكداب وفي هذه الأثناء ظهرت على الساحة امرأة خطيرة ذات حسب ونسب تسمى سجاح التميمية وهي من قبيلة عريقة من بطون العرب وهي أيضا إدعت النبوة وقالت أنا نبيه فلما قيل لها إن محمد رسول الإسلام قال ليس بعد نبي لا نبي بعدي فقالت إنه ليس نبي بعده وأنا لست نبيا وإنما أنا نبية سجاح بنت الحارث التميمية عشيرتها سكنت العراق كانت تعتنق المسيحية وكانت على قدر من العلم والحكمة كانت شاعرة وأديبة عارفة بالأخبار كانت رفيعة الشأن في قومها وقد استطاعت سجاح أن تؤثر في كثير من القبائل حولها واتبعها رجال كتر وممن استجب لها مالك ابن نويرا التميمي وعطارد ابن الحاجب والزبرقان ابن بدر وهؤلاء من كبار الشعراء الفطاحل حتى قال أحدهم وهو عطارد ابن حاجب قال فيها شعرا كثيرا مما قال أمست نبيتنا أنت نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا كانت تجتمع حول الناس وتخاطبهم وكانت تدعي بأن هناك ملك يأتيها بقرآن ومن جملة ما تدعي أنه وحينا السماء أنها قالت يا أيها المؤمنون المتقون لنا نصف الأرض وتعريش فونس فيها ولكن قريشا قوم يبغون اتبع هذه المرأة ناس كثيرون واستطاعت أن تكون جيشا كبيرا وأصبحت مراكز القوة ثلاثة المسلمون بقيادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسيرم الكذاب في قومه بن حنيفة وسجاح التميمية وجيشها في الأول توجهت سجاح الكذابة بجيشها إلى مسيرم الكذاب في اليمامة لمحاربته ومنازلته لكن مسيرم فكر في حيلة دنيئة دعاها لكي يحاورها منفردا تحت خيمة فقال لها يا سجاح ماذا أوحى الله إليك فقالت أو تبدأ النساء ثم قالت له وأنت يا مسيلمة ماذا أوحى الله إليك فبدأ يروي لها كلاما يدعي أنه وحي من السماء مما قال لها ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلة أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى كلام طويل إلى أن قال ألم تر أن الله خلق النساء أفراجا وجعل لهن الرجال أزواجا فنولج فيهن قعسا إلاجا ثم نخرجها إذا نشاء إخراجا فينتجنا لنا سخالا إنتاجا كلام طويل لا يستقيم وهو قليل الحياة كلام بديء لا يجوز ذكره لما سمعت سجاح هذه الكلمات قالت أشهد أنك نبي ثم قال لها هل لك أن تتزوجيني فنأكل بقومي وقومك العرب كلهم قالت نعم ومكتت ثلاث أيام معه ثم انصرفت إلى قومها فقال لها ما عندك قالت لهم وجدت مسيلم على حق فاتبعته وتزوجته قال لها أي صداق أعطاك قالت لا شيء فقال لها والله لا يليق بمن هي مثلك أن تتزوج بغير صداق فرجعت إلى مسيلمة فقالت له أصدقني صداقا فبعت مؤد فنادى إن مسيلم رسول الله قد تزوج من سجاح وأعطاها صداقا بأنه أسقط من عليكم صلاتين ممن كان فرض عليكم محمد وهي صلاة الفجر وصلاة العشاء تزوج مسيلمة بسجاح ومقام صداقها أسقط الصلاة العصري وصلاة العشاء عن بني تميم كمهر لها وسعى إلى إلغاء الكثير من التشريعات ودعا للسماح بالزنة وشرب الكحول وانتشر نفوذ مسيلم الكذاب في الكثير من بلاد العرب حينما انتقل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ازداد نفوذ مسيلمة وحينما التحق النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ازداد نفوذ مسيلمة وكتر أتباعه بشكل مخيف لدرس أن الناس ما إن يولد لهم مولود إلا ويأتون به مسيلمة نبيهم الكذاب المزعوم كي يعطيهم البركة فكان يمسح على رؤوس الأطفال كما كان النبي الكريم يفعل ويذكر المؤرخون أن كل من لمسه مسيلمة بيده لم تنبت لهم شعرة قط في رأسهم سواء كانوا ذكورا أم إنات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طار مسيلمة الكذاب على الخليفة أبي بكر الصديق لكن قوته هزمت من قبل خالد بن الوليد وقتل مسيلمة من قبل وحشي بن حرب في معركة اليمامة وقيل إن عمره حينئذ كان يناهز مئة وخمسين سنة ومع توالي الأيام والشهور بدأت زوجته سجاح تسترد وعيها وتدرك فداحة الوهم الذي كان يسيطر عليها اقتنعت بصعوبة الإقدام على قتال المسلمين فانصرفت راجعة إلى أخوالها في الموصل بعد فترة وجيزة بلغها مقتل مسيلمة لهذا فإنها أسلمت ثم قررت أن تهجر الموصل ورحلت إلى البصرة حيث استقرت باقي عمرها وتوفيت هناك فالملك لله والبقاء لله فاللهم لك الحمد يا رب العالمين اللهم لك الحمد كله دقه وجله علانيته وسره اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملك والملكوت وتفردت بالعظمة والجبروت سبحانك ملكت فقهرت وخلقت فأمرت لا تحول ولا تزول ولا تغيب ولا تفوت قائم بنفسك سبحانك أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه القادر العليم بأحوال جنه وإنسه الكبير المتعال العالم بكل حال سبحانك سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام نحمدك يا الله سبحانك سبحانك نحمدك بمحابد الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة المقربين اللهم إنا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمدا كثيرا اللهم إنا نحمدك حمدا واسعا اللهم أنت أكبر كبيرا لك الحمد كثيرا إنا نسبحك بكرة وأصيلا أنت العالم بكل حال منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب شديد العقاب شديد العقاب سريع الحساب اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب يا شديد العقاب يا سريع الحساب احفظنا بحفظك واسترنا بسطرك وقونا بقوتك وبارك لنا فيما أعطيتنا يا رب العالمين نعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعود بما استعاد به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى نعود من شر ما خلق ودرأ ومن شر إبليس وجنوده نعود بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده نعود بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم تحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوقين حسبنا الرازق من المرزقين حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة